يعني أنا فاكر كتاب تحسين مستقبل الثقافة هو كان يلقي حجر فيه يارا كتاب يقول إحنا متوسطيين إحنا أوروبيين وطرح سؤولات وقال ربما يأتي من يقرأ حضرتك كلمت على كتاب مهم جدا وكتاب أنا من الكتب اللي كانت موجودة عندي كمصادر في كتاب اللغة والهايوة في مصر الحدير حضرتك حضرتك على الكتاب ده مهم جدا طبعا أنا قرأته في مطلع الشباب وقعدت قرأته في بداية مرحلة النضج وكانت القراءتين مختلفتين وبعدين كتاب طبعا أستاذنا جبال حمدان برضو قرأته في الفترة طي والدكتور ميلاد حنة العملاء السبعة فالتلاتة دول عاملين لي مكون ثقافي عبارة عن تساؤلات احنا مين؟ الهوية المصرية المصريين دول أصلهم إيه؟ فالتلاتة طاحسين وبيقول احنا بيميل إلى أن احنا أوروبيين أو أن احنا المفروض وجمال حمدان المكان هو الأساس والجغرافية هي الثابت الوحيد في تاريخ ويونان لبي قال العاملين السبعة أنا أعتقد التلاتة كونوا مشروع فيك هل احنا تجاوزناه ووصلنا إلى الحقيقة؟ أما زالت الأسئلة قائمة؟ لا هي مقاومات هما كل واحد منهم متكلم على بعض مقاومات الهوية احنا عندنا مقاومات كتير جدا مقاوم جغرافي تاريخي اقتصادي سياسي وثقافي وطبعا تاريخ أو مقاوم الاحساس احنا بقى مين؟ من عنصر الجنس يعني مثلا المصريين دايما في ناس كتير المصريين دول أصلهم إيه بقى؟ بيد ولا صمر ولا هما جنس إيه؟ يعني إيه جنسهم بالزبط فدي برضو حتة مهمة بالنسبة للهوية أو بنفكر فيها أو ناس بتفكر فيها بالنسبة للهوية عشان كده الأغانية الوطنية كلها تقولك السمر السمر الشداد المصري الأصمر فيعني كأنها بتأكد على لون معين كأنه هو ده اللون بتاع الهوية المصرية فكل دي مقاومات مختلفة على الهوية لكن احنا لازم نعرف ان الهوية شيء يتطور مع تطور الزمن مع تطور اللغة اللغة طبعا عنصر مهم جدا في الهوية يعني عشان كده ما ينفعش ان احنا نقول ما نجري احنا ما نعندناش هوية عربية زي طبع اللغة ما ينفعش خالص يعني بالزبط فا احنا عندنا لغة فاللغة دي خلتنا نقدر ان احنا نستكشف ثقافات مهمة جدا على فكرة يعني مش عايزين نقلل من اي ثقافة عربية ثقافات مهمة جدا نستكشف افكار على مارة التاريخ خانت مهمة جدا فكل دي اجزاء مهمة من هويتنا انا رأي ان احنا محتاجين نتصالح مع كل الفترات التاريخية المختلفة ونعيد عايز شغل عايز شغل مش ياخلي واضح جدا وعايزين شوية ان احنا التاريخ نوصل اولادنا ان التاريخ ده مش مادة غلثة في المدرسة بيحوضوا يحفظوا فيها تواريخ وكلمات يعني احمد بن ترون ده يعني متخد كده صفحة ولا صفحتين دولة الترونية ده على الهامش ده سريع على الهامش كده وخلاص لقطة ليه من ورهمش الفكر بتاع الرجل ده احمد بن ترون ده كان عنده فكر وعنده حلم لمصر مصر المستقلة في الوسور الاسلامية ده كان من بداية الناس اللي بدأت تشجع العلماء على كتابة عن مصر بهوية مختلفة ان مصر عليها هوية مختلفة عن كل بلاد التانية فهنا نتكلم على رجل يعني عنده رجل مهم جدا في التاريخ واحنا عدنا عليه كده سريع جدا فكرناش في الفكر بتاعه يمكن عايزين حتى تدرسنا للتاريخ تركز اكتر على الافكار الناس دي مش بس طالها اتحكمت من سنة كام لسنة كام لأ الناس دي كانت تفكيرها ايه والتفكير ده ازاي عاش او ما عاشي وليه عاشي وما عاشي ده مهم جدا اعتقد برضو جوهر السقلي كان من الشخصيات اللي يجب ان احنا نشير اليها في التاريخ التالي منا بكلم عنه كتير جدا كقائد بناء ده بطل الرواية الجزء الاول من السلسية بتاعت الفاطمين الحلواني ايه الفاطمين بقى انت اخر واحدة بقى الحلواني عملتي عن الفاطمين الثلاثية لان برضو الفاطمين عصر مظلوم جدا في مصر يعني هما الثلاث عصور لنا كتبت عنهم عصور يكاد ان احنا يا اما ما نعرفش عنها كتير يا اما نعرف عنها كلام ما هواش مش صحيح مش دقيق يعني الدولة المملكية الدولة المملكة دولة المملكة دي المؤرخين الاجانب يقولوا اخر عهد للنهضة الاسلامية هي الدولة المملكة في مصر نهضة الاسلامية نهضة عندنا دولة قدمت لمصر اكبر عدد من الاثار اكبر عدد كبير جدا من المؤرخين اللي هما كتبوا التاريخ اللي احنا عارفينه دلوقتي مكناش هنعرف التاريخ ده من غيرهم عدد كبير جدا من مفكرين الإسلاميين اللي بيفكروا بمنهجية بحث غير طبعي اهتمام كبير جدا من البحث العلمي احنا درسنا في المدرسة انها فترة ضعف وربطناها بالدولة العثمانية مع ان ده شتان بين الدولة المماليك والدولة العثمانية ده حاجة وده حاجة مختلفة تماما كفايا ان احنا في الدولة المماليك العاصمة القاهرة في الدولة عثمانية العاصمة بالضبط الدولة الوطنية والدولة يعني حضرتك قلت بالضبط اللي انا عايزة اقوله دولة الفاطمية طبعا برضو مشينا سريع فيها الدولة الجينية علشان حكست انها فيها الشق الشيعي يمكن ما درسناهاش بالتفصيل لكن احنا لازم ندرس شخصيات في الدولة الفاطمية زي حضرتك قلت بالضبط اللي هو لسه كله بدر الجمالي اللي انقذ مصر بدر الجمالي بالضبط في رواية الحلواني ثلاثية الفاطمين الجزء الثاني منها الأرماني بتتكلم على بدر الجمالي واللي قدمه لمصر بدر الجمالي يعني بدر الجمالي قدم لمصر أولا أنقذ مصر من الشدة المستنصرية الشدة المستنصرية دي أصعب وقت من الأوقات اللي مرت على مصر من مجاعات ده اللي هو هادي الحلواني هادي الرواية الشيطة المصرية دي من من أسوأ ما قيل أسوأ ما واجه الدولة المصرية في تاريخها في تاريخها كله لنرجة المقريزي كان بيحكي لنا على ناس مثلا طفل يتخطف ويتأكل يعني حاجات المصرين ما يدروش حتى يتكلموا عنها يعني أنا حتى في الرواية مرضيش حاجات المخفية اللي احنا بنكسف نقولها يعني زي بعض الدول برضو العبيد يعني الواحد مش مفروض يتكسف ما عايزين نصلح مع تاريخ ونكتشف حاجة مهمة بقى دايما بقولها حتى للجيل الجديد الفقر مش عايب على فكرة يعني لحد مثلا كان فيه شدة وفيه فقر هو ده مش عايب هو العيب ان انا استغل الشعوب التانية او اخد فلوس الشعوب التانية او اتسبب في مشاكل جوا بلاد اخرى فعش الكلام محد يقول لي هيا مصر دولة غنية او دولة فقيرة اقوله مش ده السؤال هل هي دولة طاغية طاغية خدت خيرات بلاد تانية ما دي حاجات كلها نفكر فيها مش ان هي دولة غنية ولا دولة فقيرة ده ما يهمنيش يعني عشان كده ما اعتبرش الصدق الشدة المستنصرية مشكلة للمصري هي سوء حظ وقع عليه لان كان ساعتها اللي بيحصل ان كان فيه الحاجة اللي تؤدي لأي مجاعة في الدنيا هي ايه انشقاق الجيش احنا ما نشوفه حتى في يعني بس كده